ما رد فعلكم على ما حدث بالأمس في باريس قبل كل شيء نتقدم بالتعازل الأسر الفرنسية التي فقدت أعزاء لها بالأمس ونحن أقرب الناس إلى فهم مثل هذا الوضع لأننا عانينا من هذا النوع من الإرهاب على مدى الأعوام الخمسة الماضية في سوريا وما حدث في فرنسا بالأمس لا يمكن فصله عما حدث في بيروت قبل يومين لأن الإرهاب هو نفسه لا ينبغي أن ننظر إلى الإرهاب على أنه يحدث في ساحات منفصلة الساحة السورية واليمنية أو الليبية أو الفرنسية في الواقع إنها ساحة واحدة على امتداد العالم بأسرحة هل إذا أجزت استخباراتكم أي معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي قدموا من سوريا أو كان لهم اتصالات بأشخاص في سوريا لا ليس لدينا أي معلومات عما حدث لكن المسألة لا تتعلق بأسماء الفاعلين أو من أين أتوا كنا قد حذرنا قبل ثلاث سنوات مما سيحدث في أوروبا قلنا لا تعبثوا بهذا الفالق الززالي في سوريا لأن تداعيات ذلك ستتردد في جميع أنحاء العالم للأسف لم يهتم المسؤولون الأوروبيون بما كنا نقوله بل زعموا أننا نهدد كما أنهم لم يتعلموا مما حدث مطلع هذا العام في حديثة شارلي إيبتو إن أطلاق التصريحات القائلة بأنهم ضد الإرهاب لا تعني شيئا عليهم أن يحاربوا الإرهاب وعليهم اتباع السياسات الصحيحة هل طلبت أجهزة الاستخبارات الفرنسية التعاون من أجهزة استخباراتكم وهل أنتم مستعدون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب؟ المسألة ليست في أن يطلبوا المساعدة عليهم فقط أن يكونوا جدي وعندها سنكون مستعدين لمحاربة الإرهاب معهم نحن مستعدون لمحاربة الإرهاب مع أي جهة جادة في ذلك لكن الحكومة الفرنسية ليست جادة حتى الآن هل لديك رسالة للرئيس هولند؟ أعمل لمصلحة شعبك فالسؤال الأول الذي يطرحه كل مواطن فرنسي اليوم هو هل عادت السياسات الفرنسية خلال الأعوام الخمسة الماضية؟ يأي خير على الشعب الفرنسي؟ الجعوب فعليا هو لا إذن ما أطلبه منه هو أن يعمل لصالح الشعب الفرنسي وإذا أراد أن يفعل ذلك عليه تغيير سياساته ما هو الظرف الذي ينبغي أن يتوافر كي تتعاون الحكومة السورية مع الحكومة الفرنسية أو أجهزة الاستخبارات السورية مع نظرتها الفرنسية؟ لا يمكن التحدث عن تعاون الاستخبارات قبل أن يكون هناك تعاون سياسي لا يمكن أن تتحدث عن تعاون استخباراتي لمحاربة الإرهاب بينما تصب سياسات الحكومة الفرنسية في إطار دعم الإرهاب هذا ما قصدته بجدية شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك